لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود لأجل تحقيقها خلق الله الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب فهي كلمة التقوى وأساس الملة وركن الإيمان وهي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن مات عليها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله فالفائز من أهل الدنيا من يكثر من هذه الكلمة في كل زمان ومكان بحيث لا يفتر لسانه ولا يكل قلبه عن اللهج بها وتذكر معانيها واستحضار مقاصدها وهي من الأذكار التي جاءت مقيدة ومطلقة ليذهب المسلم في الذكر بها كل مذهب قريب وبعيد في حال فراغه وشغله وعند يقضته ونومه وفي ترحاله وحله وفي قعوده وقيامه وفي صلاته وصيامه وفي حجه وعمرته ومن المواطن والأحوال التي جاء الحث عليها فيها عقب الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم أثناء الليل وفي أول النهار عند الصباح وكذلك عند المساء وبعد السلام من الصلاة وعند الكرب والضيق وفي يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير